بسم الله الرحمن الرحيم الله في الرخاء يعرفك في الشدة وهذا درس من أعظم الدروس ومن أغلاها ثمنا أن نكون مع الله في الرخاء ونحن في الراحة ونحن في النعم ونحن في الاستقرار لا ننسى الافتقار إلى الله أن الإنسان يعني ينحني أمام مولاه ويمد يد الفقر ويناجي الله ويمدح الله سبحانه وتعالى ثم يتوسل إليه ويتذلل بين يديه نحن نحتاج إلى هذا النوع في الرخاء نحن نحتاج إلى هذا النوع من الدعاء الخالص الصافي المستمر وهم جدا أن تدعو الله بكلمات خارجة من قلبك بكلمات صادقة تعبر بها عن حبك لله تعبر بها عن افتقارك تعبر بها وتعثرف من أكبر الأخطاء أن تمر علينا الأيام ونحن لا نقف هذه الوقفة بين يدي الله ونحن لا نستكين هذه الاستكانة ولا ننكسر هذا الانكسار بين يدي ربنا المؤمن الذي يعبر عن انكساره وفقره واحتياجه وحبه لله هذا إذا أتى وقت الشدائد كان قريبا من الله الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء أكثر من الافتقار لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك